تخفيف إجراءات الوقاية من فيروس كورونا وانخفاض عدد الإصابات رفقه تهاون وتراخي في تطبيق الإجراءات الوقائية من قبل الكثير من المواطنين هو ما حذر منه الأطباء والمختصون الانفتاح هو شيء ضروري لأن الحياة يجب أن تستمر ولكن الانفتاح يكون مدروس يكون مزوري ونجب أن نحافظ على الإجراءات الوقائية ونحافظ عليها ونجب أن نستمر لأن الإجراءات الوقائية هذه كل ما نحافظ عليها ستكون نتائج خطيرة على كل الناس وبالتالي لازم نقول للناس حذري كملوا باش تخذوا الإجراءات الوقائية كملوا في التباعد الاجتماعي كملوا في البوردوماسك كملوا في اللافاج ديما اللافاج فريقون يعملها يقصل يديها بكثرة وكملوا في عدم التلامس ما بين الناس هذا يخلينا باش نحافظوا على هذه الوتيرة المتناقسة للأعداد اقتناء اللقاح والتقدم في عملية التلقيح لا يعني القضاء على الوباء إذ يحتاج ذلك إلى تلقيح الملايين من السكان الفاكسين ما لازمش يغلطنا ونقولوا باللي الفاكسين جاء دونك الكوفيد رح نسيطر عليها الفاكسين ما رحش تكون عنده فعالية حقيقية إلا بعد بتكون ملايين من الناس لأخذت التطعيم لأخذت الفاكسين وهنا باش يبدأ تأثير تعوي كون واضح في انتشار المرض هذا الشيء ما زالنا بعد عليه أرى أنه في البداية على فاكسيناسيون بلك في نهاية السنة وين لك أن مشات الأمور مليح بلك أن نرجعنا إن شاء الله قد نرجع للحياة الطبيعية دونك الأمر ما زاله بعيد حذاري حذاري استقرار في عدد الإصابات بكوفيد-19 يهدده عدم احترام الإجراءات الوقائية التي تعرفها المساحات العموية والخاصة في الفترة الأخيرة اشتركوا في القناة